اهلا بكم الى نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوين تفاهمات جديدة بين روسيا والكويت تساهم في تغيير خارطة الطاقة الاقليمية بمشاركة ايرانية بين التهويل والجدع هل يخدم فك الارتباط الاقتصادي مع تل ابيب مصالح الفلسطينيين وفي النشرة ايضا اوروبا تقاطع منتجات المستوطنات الاسرائيلية وقلق اسرائيلي من ابعاد وتبعات الخطوة اقتصاديا تجاريا وماليا اهلا بكم وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم في قطاعي الغاز والنفط مع شركة جاسبروم اكبر منتج للغاز في روسيا التوقيع جاء على هامش اجتماع بين امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية تفاهم يحمل الكثير من المؤشرات بين سطوره حسن يوسف تفاهمات جديدة نتجت من زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى روسيا تفاهمات يمكن ان تغير جزائيات خريطة الطاقة في منطقة الشرق الاوسط تلك الخريطة التي تحالفت دول عديدة لاعادة رسمها فكانت نتيجتها الحروب والدمار في عدد من الاقطار العربية التغيير الجديد لم يأتي بفعل نزاع او تلويح بحرب بل هو نتاج تفاهم مبني على ديرية بالمصالح الاقتصادية لروسيا والكويت الاولى تبحث عن اسواق جديدة لمواردها من الغاز والثانية لا تمانع في تأمين احتياجاتها من غاز بروم او بالشراكة في التجارة والتسويق فموانئها ستكون منصات لتروج منتجات غاز بروم لكن كيف سيصل الغاز من اقصى الشمال الروسي الى سواحل الخليج هنا يبرز الدور الايراني قبل اسابيع حل وزير الطاقة الروسي اليكسندر نوفاك ضيفا عزيزا على تهران يومها جرى الاتفاق على تبادل الغاز بين الجانبين ايران تحصل على شحنات من الغاز على سواحل بحر قزوين تسلم مقابلها شحنات على سواحل الخليج لمصلحة موسكو اللفت في الامر ان الكويت ذهبت الى الطرف الاخر من الكرة الارضية لعقد شركات من هذا النوع ولم تلجأ الى الجارة قطر لتأمين احتياجاتها من الغاز والاشارة الاهم غياب امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عن قمة الرياض للدول العربية ودول امريكا الجنوبية مفضلا زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موعد حدد مسبقا يبدو ان حقبة الصراع على موارد الطاقة بدأت بالافول ليحل مكانها صراع على الاسواق اسواق متعطشة للنفط وللغاز لكن هذه المرة تبدو ايران في خلفية المشهد قال وزير الماليات الكويتي انص الصالح ان بلاده لم تلغي ولا تعتزم الغاء مشروعات استثمارية بسبب هبوط اسعار النفط وان احتياطيات البلاد تتيح لها مواجهة هبوط الاسعار وكالة موديز للتصليف الايتماني كانت قد اعلنت ان الميزانيات العامة لحكومات الخليج معرضة لضغوط في ظل توقع بقايا اسعار النفط عند مستويات منخفضة فترة اطول من الزمن اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة العراقية على مراقبة سياساتها الاقتصادية كاساس لبرنامج تمويل محتمل العام المقبل وقال كريستيان جوتشي رئيس بعثة الصندوق الى العراق ان الجانبين اتفق على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف الى كبح الانفاق وخفض العجز في ميزانية البلاد والذي من المتوقع ان يلامس 12% من النشاط الاقتصادي العام المقبل اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا بتحديد علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال كرد على جرائمه خطوة يراها البعض ايجابية لكنها قد تؤدي لنتائج سلبية على الصعيدان الاقتصادي والتجاري ما سينعكس سلبا على المالية العامة للسلطة اعتداءات الاحتلال المتواصلة ردت عليها السلطة اخيرا بتحديد علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال تحديد قد يدفع الكيان لاستخدام اوراقه الرابحة لابتزاز السلطة التي اختارت توقيتا حساسا بحسب اسرائيل لاتخاذ قرار مماثل الخطوة اعتبرها متابعون ايجابية لكن تبعاتها كبيرة هذا القرار هو وسيلة من وسائل الضغط على الجانب الاسرائيلي لتمرير بعض الاجراءات او بعض السياسات لكن السلطة في وضعها الحالي الاقتصادي المالي غير قادرة على اتخاذ اي قرار بخصوص الاتفاقيات من الممكن اسرائيل ان تتخذ خطوات تحكمها باموال المقاصة الفلسطينية للضغط على السلطة الفلسطينية ان تتخذ خطوات بمنع العمال يوجد ما يقارب حوالي 95 الى 100 الف من الضفة الغربية عملوا بجانب الاسرائيلي ممكن ان تمنحهم اسرائيل ان تتخذ خطوات نقضية للتضييق على البنوك مقابل هذه الخطوات الفلسطينية قرار السلطة بتحديد علاقاتها ليس مستحيل التنفيذ لكنه بحسب خبراء بحاجة لمزيد من الوقت ايجاد بدائل عربية ودولية بالتعاون مع الاصدقاء والحلفاء سيكون احد اهم عوامل وصول القرار الى التنفيذ ومع ذلك فان الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الاحتلال قد تكون عاملا اساسيا في اجهاد القرار الذي يمكن للسلطة وفق البعض الانقلاب عليه بالغاء الاتفاقية الام اوسلو اتخاذ هذا القرار بحاجة لخطوات مادية عملية وترجمتها على الارض تكمن في اعادة النظر في بروتوكول باريس يجب اعادة النظر بها باتجاه اختيار مسار جديد يفصل العلاقة السياسية والاقتصادية مع اسرائيل ويعمقها مع البلدان الصديقة والتحالفية الخطوة باهدافها الايجابية تعتبر بادرة جيدة على طريق انهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال يقول البعض بينما يرى اخرون انها قد تنزع مسئولية الاحتلال عن فلسطين كدولة محتلة تلويح السلطة بتحديد العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال قد يكون في نظر متابعين مجرد وسيلة ضغط لوقف اعتداءاته لكنها قد تكون مستقبلا خطوة هامة للتخلص من التبعية بشكل كامل احمد غنم غزة الميادين اقر الاتحاد الاوروبي وزم منتجات مستوطنات الضفة الغربية ما يسهل مقاطعتها المفوضية الاوروبية طلبت من الدول الاعضاء البدء بوضع ملصقات لتمييز المنتجات المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية توصيات المفوضية الاوروبية تقضي بتغيير الشارة المعمول بها حاليا من منتجات اسرائيلية الى شارة تؤكد ان المنتج المعين انتجى في المستوطنات وتم تبني القرار الذي ارجع مرات عدة في اجتماع للمفوضين الاوروبيين في بروكسل رغم جهود تل ابيب لسحبه من التداول توقع وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال اشتاينيتس تسريع التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط خلال الاشهر المقبلة وذلك باستثمارات من بعض شركات النفط والغاز العالمية اشتاينيتس كان قد التقى مسؤولين في شركات كأيني هيس واكسوم موبيل واي او جي في مسعى لاقناعها بالاستثمار في حقول غاز في البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين المحتلة ولم تقدم اسرائيل تنازلات كانت متوقعة للتقليل من احتكار شركة نوبل انيرجي الامريكية على حقل لوثيان المتعثر حالة من الترقب يعيشها العاملون في قطاع السياحة المصري ولسيما في شرم الشيخ رئيس غرفة الشركات السياحة في جنوب سيناء جيفار الجافي توقع ان يتقلص الدخل السياحي في شرم الشيخ الى النصف بفعل تداعيات حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء ويقدر المجلس العالمي للسفر والسياحة مساهمة قطاع السياحة بنحو 6% من الناتج المصري ويؤمن نحو مليون وثلاثمائة الف وظيفة الجافي حذر من فقدان هذه المساهمة حيث لا يمكن للقطاع السياحي التعامل مع هذه الاسمح فقدان 40% من عملائنا سيؤدي الى خسارة نحو 50% من دخل السياحة في شرم الشيخ وجنوب سيناء القطاع كان يتوقع في الاصل زيادة عدد السائحين 30% في موسم الشتاء والمشكلة ان حادث الطائرة وقع في بداية الموسم وشرم الشيخ وجنوب سيناء من المقاصد الشتوية ستوقع فرنسا وإيران عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية في مجالات من بينها النقل الجوي أثناء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لباريس الأسبوع المقبل مكتب الرئيس الفرنسي فرنسواء أولوند أعلن توقيع عدة اتفاقيات تشمل مجالات مختلفة أبرزها الحوار السياسي، التعاون الاقتصادي، النقل الجوي، الصحة والزراعة ومن المقرر أن يزور روحاني العاصمة الفرنسية في السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجار أسقط حزب اليسار البرتغالي حكومة الأقلية اليمينية بعدما رفض 123 نائبا من المعارضة سياسة التقشف الحكومية مقابل موافقة 107 نواب وفيما تنتظر الأسواق المالية البرتغالية بقلق إلى هذه التطورات قدمت حكومة بيدرو باسوس كويلو استقالتها بعد 11 يوما على تسلم مهامها الحكومة سارعت إلى تطبيق سياسة التقشف المالية المطلوبة من بروكسل ومع استقالتها تواجه البلاد اضطرابات جديدة بعد مرور عام ونصف العام على خروجها من خطة الإنقاذ المالية كشف معهد إيفو البحثي أن ألمانيا قد تتكلف نحو 23 مليار دولار هذا العام لإيواء وإطعام وتعليم مئات الألف من اللاجئين وتفترض التقتراض الرديدة أن يصل مليون ومئة ألف مهاجر إلى ألمانيا هذا العام ما سيسبب زيادة حادة عن توقعات سابقة في أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي حددت التكلفة بنحو 10 مليارات يورو فيما قال وزير المالية الألماني فولفغان شوبلي إن الحكومة ستتكلف نحو 8 مليارات يورو العام المقبل لإيواء ودمج طالبي اللجوء مع هذا الخبر مشاهدينا نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة التذكير مع المزيد من الأخبار عبر الميادين دوت نت إلى اللقاء